وزيرة الطاقة النمسوية تؤكد على ضرورة تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي غير الروسي وده يمكن اللي أعلنت عنه ونشرنا خبره في الإسبوع ده وهو قالت إن في حاليا عجز في الغاز الروسي في عقود في عقود لن يعد في الإمكان الدفع لروسيا عن طريق الشركات المصدرة التي فعليا تقدم المال عن طريق شركة أوروبية أخرى فمتاهة متاهة كبيرة بيقلك إنه فالأمر بصراحة يعني موضوع الغاز الروسي خلال سنة إلى سنتين مهدد بأن يتوقف كليا عن النمسو وجيفيسلر بيقلك لا الأمور يعني مستقرة ونحن ما يخص الشتاء لـ 2024 2025 الشتاء المقبل يعني المقبل علينا بعد أشهر بيقلك البرافق التخزين ممتلئة بنسبة 77% وهناك خيارات استيراد بديلة عبر ألمانيا وإيطاليا أيوة وشو أخبار الأسعار وشو أخبار التضخم وشو أخبار الغلاء رجعنا دخلنا بمتاهة جديدة وبمشاكل جديدة المشكلة دي مش هتبحان غير بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وإذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية هل ستنتهي لصالح الأوروبي هذا السؤال بصراحة المفتوح فبالتالي يجب على النمسا وغيرها أن تعمل بشكل حقيقي على الطاقات البديلة وتستقل سياديا عن الطاقة الروسية وغيرها وأحد الحلول المطروحة دائما وبشكل متكرر والذي لا يرقى إلى النمسا والطاقة النووية النظيفة النووية النظيفة قادرة على حل الكثير لكن النمسا متعنتة بهذا الشأن ولا تريد أبدا التعامل الطاقة الشبسية لا تكفي مياه السدود لا تكفي لتوليد الطاقة المطلوبة في النمسا فبالتالي لابد من إيجاد حلول حقيقية طبعا